السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد يوم ان شاء الله سنضيف هذا المسي منت كي يجيو لداد بزاف و كي يجيو بمقرمشين كي يجيو المنظر ديلهم زوين و الماداق ديلهم رائع جدا بواحد الحشوة اللي سهلة حتى هي ندوز و نشوفو الطريقة و نشوفو المكونات ديل هاللمسيمنات منسبة العجينة عندي هنا يدقيق الفورس مع شوية ديل الفينو سوف نحتاج لدرس شوية ديل الخميرة ديل الحلوية و الملحة و الماء و ندرس مع القديل الخل سوف يدوم المكونات اللي سوف نبير و نخلي هاد العجينة و نخليها تتعجن مزيان 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 في العجينة سوف نغطيها و نخليها ترتاح واحد شوية و ندوز نوجد الحشوة بش نخليها تبرد الحشوة غندير أنا اليومة غد ندرها غير طون مهم الحشوة اللي بغي يدير أي حشوة اللي عندكم أنا غد ندير اليومة طون خديتها البصلة هنا يقطعتها طريفة صغار مع تومة غدرت عليها الزيت غد ندير عليها الملحة و شوية ديل البزار و غد نخلي هاد البصلة نخليها تتقلة و نخليها تتطح شوية سوف نزيد عليها من بعد عندي الطون كف ما شفتو عندي كفير مسال كندير هاد النوع ليس لقصها في الماء الطيب خليس الماء الطيبة و خليسها فيه مهمية هادي حتى عشاب المقص عندي خيز زوم حكو كورجات و الرباع العطرية غد نستعمل غير التحمارة و الحار و الكامون سوف ينام بعد ما اتقلت البصلة غد نزيد عليها هاد خيزو و القرعة و غد نخليهم يطيبوا شوية بعد غد ندير الرباع عد نرمعهم دبل عطرية غد نرطن فق البوطة و نخليهم شوية بالمطاب هاد خيزو و القرعة سوف ينزيد عليهم هاد طون يهدي ده بالطابط سوفي غدي نكمل انا هاد طون اللي عندي و غدي نزيد عليها ها الفيرميسل شعرية و غدي نزيد الرباع هني انا درت شوية دي المطارد ما عنديش سوس السوجة اللي عندو سوس سوجة يديرها من بالاحسن ما كانش عندي و غيت ندير شوية هاد طاني واحد مزوينة سوفي و غدي نزيد كف ما شفتو الرباع و هاد الشعرية الصينية غدي نخليهم فق البوطة شوية غير بالما تحت تندمج لها المكونات كلها سوفي و غدي نخليها لحوشوة تبرد نزيد و غدي ندوز باش نوجد العجينة اللي خليت هاد بارك ما شفتو عجنتها خليتها تعجنات مزيان و رتحت يهدي ده بغد ندوز نوجدهم سوفي غدي ندهن عدي بشوية الزيت و هندهن البلاسة اللي غدي نحط فيها سواء بلاطو و غير بوتاجي هندهن هتو بشوية الزيت غدي ننخد هاد العجينة غدي نشكل منها كورات على هاد الحجم كيف ما كتشوفو في ما موضح امامكم في الفيديو سوفي غدي نكمل انا هاد الكيمية اللي عندي كل هاد العجينة غدي نغطيها بحد البلاستيك و نخليها ترسح شوية غدي نكملها مهم كان ناخد واحد الكورة من هاد العجينة و كان بقنا نصرحها نطلقها مزيان تلقها بزيت و ندهنها من الفوق بناخد شوية الزبدة و ندهنها من الفوق ندهنها من هنا و ندهنها من الفوق ندهنها من الفوق ندهنها من الفوق كان بسطة نحص على شكل المستطيل وكان عود نزيد الزبتة نجيب الحشوة نحطها هنا في الأسفل وكان نلوي العجينة كان نلويها غير ملتح كان نلويها غير ملتح وكان نلويها غير ملتح وكان نلويها نحصل على شكل المستطيل نضغط على دوك الجواني ونقرر الصمتها لكي لا يبقى معجنين نحصل على السيجار بحلاكة نجيب واحد الموس يكون ماضي ولا قطاعة ولا مهم شي سيكون ماضية سوف نفتحها شويا في اللحام الفوق في حلكة وكان نحصل على الشكل كي جي جميل كي جي جميل فشكي طيب كي جو زوينين صافي بحلاكة كين فشكي طيب ورم كيعطي واحد المنضر اللي زوين سوف نضغط سوف نضغط هنا في الطعوة نضغط واحدة أخرى نكمل معكم واحدة أخرى سوف نضغط على واحدة أخرى من هذا اللي قطعت نضغطها بالزبدة ونقرسها جيدا نحاول نضغطها بالطاق على الشكل نأخذ الحشوة سوف نضغطها بنفس الطريقة بحالة اللولة سوف نضغطها على شكل السيجار ونقرسها شوية من الجنة باش لا تشنيش معجنة سوف نضغط الموس ونقطعها من الفوق سوف نضغطها سوف نقطعها بحلاكة في الأخير سوف نضغط القطعه والتي سوف نضغط غير موس والقطع اللي حسن من هذه القطعه كنت قم قم ضرب معها شوية سوف نضغطها لهذا الشكل سوف نضغطه في الطواء ونكمل الكمية اللي عندي ونطلقها باش نضغطها سوف نضغطها ونضغطها سوف نضغطها ونحن نضغطها ففلة ألوان نزين بها خضرة حمراء صفراء مهم لك شيء لكين حتى الزيسون أسود لذلك الزيسون أنا ما كانش عندي مدرسوش في الحشوة أصلا إلا بغين نزينو به من الفوق حتى وبكعتها من درزوين سوف نكمل وهد العجينة راه تجي بها أي حاجة أنا سأجرب أصباح سباح لشكل برايواتز و جوني حتى هما نفس جوني زوين يساوهم بالسف يعني عجينة واحدة ونقدر نشكله منها أشحل من مملاحة ولا أشحل من شكل كي يعطي واحد القرماشة اللي زوينة بالسف ومادق اللي زوين وقرماشة وكل شيء كي تجي زوينة سوف نكمل أنا بنفس الطريقة قدرت شوية هنا يدي الجبن اللي بغي يخلي الجبن حتى اللي يخرجها ويبقى سخونة وعادي يدير من الفوق يدير أنا ندرت ذابه ومني خرجتها عاديت شوية من الفوق على الثاني سافي وكما قديكم ده بغادي ندهنها بصفار ديلا البيض اللي دلز عادي نكمل أنا هدا مسمينات ديولي وندخله من الفران يطيبه وغادي نتلاقاه مع الشكل نهائي نصخ الفران زيان ونقص عليها العافية حتى طيب ولا خاطرهم كانوا هدا هم المسمينات اللي عليها قدرتهم على هاد الشكل هادا كيجي شكل ديالهم زوين كيف ما قلت لكم والمضاق ايضا الكيجي رائع ومقرمشين وكيف ما شفتو في اللوول سنمعتكم مضاقص ديال القرمشة انهم كيجي وزوين ينزف دبا بعد ما طابو حطتهم هنا في الطبق تقديم درس عليهم شو ديال المعدنوس انا حدثت لحطة مزروبة بلية ذا ببا حدثت في الميت عد بلية ذاك المعدنوس ما مقاد شو داك الشي حيث كان صافي ادن والوقت وصل صافي ما درسو مش بكري مهم هادو هما الاقتراح دياليوما كانت تمنى يعجبكم فعلا في علن كيجيوزوين غير جربوهم وما غاد ايش ندموع لهم وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو قادم شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة